اليوم سوف نرى تمارين متعلقة بنهايات الصفات تتغير نهايات الصفات على حسب ثلاث أشياء أولاً هل عندنا نوميناتف أكوزاتف أو ضاتف وثانياً هل عندنا الاسم بأداة تعريف وثالثاً هل عندنا أداة تعريف أو أداة تنكير لمعرفة المزيد من التفاصيل نرجو الرجوع إلى الفيديو المتعلق بتصريف الصفات والآن لنرى بعض القواعد التي تساعد على تذكر نهايات الصفات نضيف للصفات النهاية في حالة الضاتف عندما يكون عندنا الضاتف في جميع الحالات سواء كانت عندنا أدوات تعريف أو أدوات تنكير نضيف النهاية كذلك للصفات عندما يكون عندنا أدوات تعريف والأسماء في الجمع يعني تكون الأسماء بأدوات تعريف نضيف في هذه الحالة كذلك النهاية نضيف النهاية للصفات نضيف النهاية كذلك عندما يكون عندنا أكوزاتيف والإسم بأدوات تعريف يعني اسم مذكر سواء كانت عندنا أدوات تعريف أو أدوات تنكير تنتهي بإن وكذلك إن تنتهي بإن إذن تذكروا عندما تكون عندنا أدوات تعريف وآدوات تنكير نضيف للصفات نضيف النهاية للصفات عندما يكون عندنا الجمع والأسماء بدون أدوات تعريف يعني تكون غير معرفة نضيف النهاية باستثناء الضاطيف نضيف للصفة كذلك النهاية عندما تكون عندنا أدوات تنكير متى تكون عندنا أدوات تنكير في النوميناتف وآكوزاتف مؤنت عندما يكون الإسم بأدوات تعريف دي تكون عندنا أدوات تنكير آين آين بماذا تنتهي؟ تنتهي بالحرف اي إذن أضيف كذلك للصفة الحرف اي نضيف الحرف اي كذلك في حالة النوميناتف في حالة كانت عندنا أدوات تعريف باستثناء الجمع نضيف النهاية اي إلى الصفات في حالة النوميناتف إذن إذا كانت عندنا أدوات تعريف عندنا نوميناتف نقوم بإضافة الحرف اي للصفات باستثناء واحد وهو الجمع والآن متى نضيف النهايتين إي آ و إي اس نقوم بإضافة كل من النهايتين إي آ و إي اس عندما تكون عندنا أدوات تنكير آين ومتى تكون عندنا أدوات تنكير آين تكون عندنا في النوميناتف عندما يكون الاسم بأدوات تعريف داس أو دا أو في أكوزاتيف عندما يكون الاسم بأدوات تعريف داس نستخدم النهاية إي آ عندما يكون الاسم بأدوات تعريف دا إذن نستخدمها في حالة النوميناتف عندما يكون الاسم بأدوات تعريف دا وعندنا أدوات تنكير ونستخدم النهاية إي أس عندما يكون عندنا الاسم بأدات تعريف دس إذن في النوميناتف وأكوزاتف محايد عندما يكون الاسم بأدات تعريف دس إذن دير نضيفه إي أ دس نضيفه إي أس بمعنى أنا أعيش في منزل صغير ما هي النهاية المناسبة في هذه الحالة؟ عندنا الضعطيف لأن حرف جرئين هنا بلوس ضعطيف وعندنا أدات تنكير في جميع الحالات سواء كانت عندنا أدات تعريف أو تنكير نضيفه النهاية إي أن في حالة الضعطيف إن أينم كلاينا هاوس إس هات إن غروس فنستر يعني فيه نافذة كبيرة يعني المنزل يحتوي على نافذة كبيرة ما هي النهاية المناسبة في هذه الحالة؟ عندنا أكوزاتف وعندنا أدات تنكير والاسم بأدات تعريف دس أدات تنكير هي عندما تكون عندنا أدات تنكير هي وآدات تعريف الاسم هي دس دس فنستر إذن دس نضيف إي أس للصفة أينم بلاو تير هنا عندنا كذلك الأكوزاتف لأن الفعل هابن فعل بلوس أكوزاتف يعني فيه أو عنده نافذة كبيرة وكذلك باب أزرق ما هي النهاية المناسبة هنا؟ وعندنا دي تير وعندنا أدات تنكير أين بماذا تنتهي أين؟ تنتهي بالحرف A إذن أضيف كذلك الحرف A للصفة بمعنى منزلي فيه أيضا يحتوي أيضا على حديقة جميلة دير هنا عندنا أكوزاتف وإسم بأدات تعريف دير دير تصبح ذن في أكوزاتف عندنا أدات تنكير في أكوزاتف عندما يكون الإسم مذكر أو بأدات تعريف دير هو آينا بماذا تنتهي آينا؟ بإي أن إذن أضيف كذلك للصفة إي أن إن ماينم تسمى هاب إيش أين بكذيم بت يعني في غرفتي لدي سرير مريح بكذيم تعني مريح عندنا أكوزاتف والإسم بأدات تعريف داس وعندنا أدات تنكير أدات تنكير أين إذن سنضيف للصفة إي أس أين بكذيمس بت إن دار كيشه جبت اس آينا غوند تيش يوجد في المطبخ طاولة مستديرة غوند دائرية أو مستديرة عندنا أكوزاتف لأن إيس جبت لوس أكوزاتف وعندنا أدات تنكير آينا بماذا تنتهي بإي أن نضيف كذلك للصفة إي أن آينا غوند تيش إن فوند سمّة بمعنى في غرفة الجلوس يوجد مخدات مزركش أو ملونة الصفة بوند تعني مزركش فيه ألوان عديدة عندنا الجمع وإسم بدون أدات تعريف وبدون أدات تنكير لأن في الجمع لا توجد أي أدات تنكير إذن نضيف للصفة الحرف A إن بعد السمّة يوجد أدات تنكير آينا بمعنى في الحمام يوجد حوض استحمام لونه أبيض عندنا أكوزاتف وأدات تنكير آينا تنتهي بالحرف A كذلك نضيف للصفة الحرف A بمعنى في مدينة صغيرة حرف جرء هنا بلوس داتيف وعندنا أدات التنكير آينا أدات تنكير آينا تستخدم للأسماء المؤنطة بأدات تعريف D في الضاتيف إذن ما هي النهاية المناسبة للصفة عندما يكون عندنا الضاتيف سواء كانت عندنا أدات تعريف أو تنكير نضيف للصفة بمعنى بمعنى يوجد محل ملابس جميل عندنا أكوزاتف وأينا أدات تنكير آينا للأسماء المدكرة إذن نضيف للصفة بمعنى بمعنى رجل عجوز يملك هذا المحل عندنا النوميناتيف وعندنا اسم بأدات تعريف دير دير من في هذه الحالة عندما يكون عندنا النوميناتيف وكذلك أدات تنكير والاسم بأدات تعريف دير نضيف للصفة النهاية يعني في محله عنده أو لديه ملابس شيك أنيقة عندنا أكوزاتف وإسم في الجامع بدون أدات تعريف ولا تنكير لأن الأسماء في الجامع كما قلت سابقا لا نستخدم معا أي أدات تنكير نضيف في هذه الحالة للصفة الحرف A شكك لايدا دير ألت من يعني الرجل العجوز عندنا هنا النوميناتيف وإسم بأدات تعريف دير يعني اسم معرف في هذه الحالة نضيف للصفة الحرف A دير ألت من ألت 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 بمعنى هو دائما يلعب مع الكلب الصغير هنا عندنا الضاتف لأن عندنا حرف جر بلوس ضاتف وهو مت يعني معا عندما يكون عندنا الضاتف سواء كانت عندنا أدات تعريف أو تنكير في هذه الحالة عندنا أدات تعريف نضيف نضيف للصفة النهاية بمعنى عندنا النوميناتف لماذا؟ لأن عندنا الفعل sein الفعل sein plus نوميناتف وعندنا أداة تنكير والاسم بأداة تعريف إذا نضيف للصفة في آخرها يعني بشعر قصير عنده شعر قصير هنا عندنا الضاتيف لأن عندنا حرف جرمت plus ضاتيف عندما يكون الضاتيف نضيف للصفة in في جميع الحالات عنده عيون زرقاء هنا عندنا أكوزاتيف والجمع نضيف للصفة الحرف a blaue augen und einen lang bat يعني وعنده لحية طويلة عندنا أداة التنكير einen وأكوزاتيف einen تنتهي ب en كذلك نضيف للصفة in einen langen bat der jungmann يعني الرجل الشاب عندنا النوميناتف وإسم بأداة تعريف der man إذن سنضيف للصفة الحرف a der jungmann hat eine schwarz kat عنده قطة سوداء هنا عندنا أكوزاتيف وعندنا أداة التنكير einen بماذا تنتهي الحرف a سنضيف كذلك للصفة الحرف a eine schwarz kat sie ist eine verspielte kat يعني هي قطة لعوبة تحب اللعب verspielte يعني لعوبة عندنا نوميناتف جاءنا من الفعزين فعزين بلوس نوميناتف وعندنا eine إذن بماذا تنتهي eine نضيف كذلك للصفة الحرف a eine verspielte kat تحبت